بسم الله الرحمن الرحيم إن شاء الله نعرض أحل معاك وأسئلة كتاب المعاصر للدرس السادس من الشابتر الثاني المحور الثالث Discover Primary 2 تعالوا نشوف مع بعض أخدنا إيه في كتاب المدرسة ونرجع لكتاب المعاصر أول حاجة طلبها من الطفل في الدرس السادس في كتاب المدرسة أنه هو والجروب بتاعه اللي هيكتبه قصة مصورة في آخر الشابتر عن الرحلة بتاعتهم إن كل واحد ياخد سيتي من السادس اللي في الرحلة بتاعتهم ويعمل سيرش عن الأنشطة الاقتصادية اللي موجودة فيها وهنا تديدكم مثال عن الأقصر والأنشطة الاقتصادية اللي موجودة في الأقصر فده كان أول حاجة ما تطوى من الطفل سيرش على الانترنت تمام تاني حاجة إدى للطفل أمثلة لأماكن سياحية حلوة في مصر كويسة موجودة في مدن مصر وكان في حاجة اسمها الله سجيت بوابة الله دي كانت موجودة في جنوب سينا وإدى له مثال عن كوبري ستانري وعن معبد في لفق أسوان وعن معبد الكارنك في الأقصر وشرحت لكم ساعتها شوية معلومات عنهم بعد كده طلب من الطفل والجروب في الكلاس إن كل واحد هياخد المدينة اللي عمل سيرش على الأنشطة الاقتصادية بتاعتها ويعمل سيرش على السايتس اللي ممكن يزورها في المدينة دي تمام يبقى أنا لو عندي الجروب من أربع أطفال كل طفل هيعمل سيرش على سيتي وكل طفل هيكتب فيه الكتاب بتاعهم معلومات مختلفة عن زميله اللي جنبه أوكي إيه اللي طلبوا مني بعد كده في البيج دي وفي البيج دي أو هم هفتحهم قدامكم طلب مني إن الأطفال اللي ما اشتركين مع بعض في جروب واحد عشان الستوري بوك أو القصة المصورة إنه هم يحطوا أسامي المدن اللي هيزوروها في الرحلة بتاعتهم اللي هي القصة المصورة وبعد كده يختاروا من المواقع اللي عملوا عليها سيرش موقعين يكتبوهم إنه هم خلاص دولي لاستقروا عليهم هيزوروهم في الرحلة بتاعتهم معلش أنا طولت عليكم ولكن إحنا عايزين لما نيجي نحل في المعاصر نبقى عارفين إحنا كده بنحل عن كل حاجة ولا في حاجات نقصانة ولازم نرجع لكتاب المدرسة أنا بحاول فعلا أكون أمينة معاكم على قد ما أقدر عشان ما تفوتكوش حاجة هرجع معاكم بقى لكتاب المعاصر أول حاجة اللي هالي هنا color the following pictures then put each of the following economic activity under the suitable picture يعني إنت هتلون إتهاد صور دولت وبعك هي تكتب لي النشاط الاقتصادي ده هو إيه هتاخد الكلمة من فوق وتكتبها لي هنا هنا ناس بتزور الهرم يبقى كيد سياح يبقى ده tourism سياحة هنا واحد ماشي بعربة بعربية خلي بالكو الطفل السنة اللي فاتت في أولى ابتدائي درس عن المناجم وهو بيتعلم عن صنع الألم الرصاص وأنه هو بيتصنع من الجرافايت وعرف يعني إيه مناجم وكنت نزلت في شرح أولى ابتدائي الحقيقة السنة دي صورة لمنجم والعربية دي وهما بينقلوا من المناجم الحاجات إيه اللي طلعوها من المناجم فده يعبار عن إيه مايننج اللي هو التعدين آخر حاجة الفلاح وهو بيزرع يبقى ده اجريكاليتشر الزراع طيب تعالوا نقرأ قصص المعاصر المعتدين عليها اللي بتوصل لنا معلومة عن طريق قصة read the following story then answer the questions I am soha أنا soha my job is a tour guide أنا وظيفتي مرشدة سياحية I will take you from the airport to the hotel to rest أنا هاخدك من المطار للفندو عشان ترتاح ودي الصورة we will take lunch at the restaurant of the hotel احنا هنتغدى في مطعم القتيل الفندو then we will take the bus and start our trap by visiting the Fila temple in Aswan وبعد كده هناخد البس ونبتدي رحلتنا نزور معبد Fila في Aswan then we will go to the Karnak temple in Loksor وبعد كده هنسفر للقصر وهنروح نشوف معبد الكارنك finally we will return to the hotel by bus وبعد كده هنرجع الوتيل تاني في Aswan بإيه بالبس طلب مني إن أنا جاو بالأسئلة دي tourism is an economic activity السياحة هي نشاط اقتصادي in which people come from different countries to visit Egypt يعني اللي عن طريقها السياحة اللي عن طريقها ناس بتيجي من بلاد مختلفة عشان يزوروا مصر يبقى احنا اختارنا هنا ايه tourism البعد كده tourists are the people who visit Egypt يعني السياح هم الناس اللي بتزور مصر tourists والحقيقة هو كان عرفني في الدرس في دليل المعلم كلمة tourists قال لي إن the tourists are the people who visit Egypt the job of soha is tour guide وظيفة سوها هي tour guide هي مرشدة سياحية فيلة temple is located in Aswan معبد فيلة موجود في Aswan كارنك temple is located in Luxor معبد الكارنك موجود في الأقصر الجزء اللي بعد كده look at the following places then write the suitable location for each picture by using these words يعني انت هتبص على الصور وبعد كده هتكتب الكلمة المناسبة من الكلمات اللي فوق زي ما قلتلكه هو كان بيعرف الطفل عن المناطق السياحية اللي موجودة في مصر فهو هنا جاب لي حاجة شبيهة راس محمد is a nature reserve in South Sinai يعني محمية راس محمد محمية طبيعية موجودة في جنوب سيناء كايد باي castle ألعت كايد باي in Alexandria موجودة في اسكندرية صلاح الدين أو ممكن نقول صلاح دين الايوبس castle يعني ألعت صلاح الدين موجودة فين in Cairo في القاهرة ودي حتان ودي الحتان in الفيوم تمام بيقول لي ان دي some places which a tourist may visit in Egypt دي بعض الأماكن الممكن السائح يزورها في مصر بعد كده بيقول لي write each of the following words below the suitable picture هناخد من الكلمات دي وهنحط تحت الصور طيب my interesting city of Alexandria يعني المدينة المفضلة بالنسبة لي هي اسكندرية أول حاجة بيقول لي الكبري ده اسمه إيه Stanley Bridge يعني إيه يعني كبري Stanley اللي بعد كده Aquarium Museum يعني المتحف المائي عليش أنا طلع بط المتحف المائي اللي بعد كده Roman Theater المتحف الروماني المتحف الروماني ده موجود في اسكندرية برضو Library of Alexandria اللي هي مكتبة اسكندرية المتحف الروماني ده احنا هندرسه هندرس عنه معلومات في الدرس السابق انا مش عارفة ليه هو هنا جابه بدري بس هو المفروض ان احنا هندرس عنه معلومات في الدرس السابق طيب هو عايز يقول لي ايه من البيت جي دي عايز يقول لي الانترستنج سايتس ان الكزاندرية يعني الاماكن الممتعة اللي موجودة في اسكندرية زي ما الطفل كده المطلوب منه ان هو يعمل سيرش عن الاماكن اللي ممكن يزورها في المدن هو هنا جاب لي مثال تمام هنا قال لي ايه هنا قال لي search on the internet for an interesting Egyptian city and make a poster about for interesting tourist sites in that city انت هتعمل سيرش على الانترنت عن مدينة مصرية ممتعة وبعدين هتعمل لي هنا بوسترز عن الاماكن اللي ممكن نزورها فيها تمام نفس الكلام زي الاجتافتي اللي مطلوب في كتاب المدرسة انا الحقيقة ما نفستوش لانه انا عملت اخوه بالضبط في كتاب المدرسة عن لقصر فانتو ممكن ترجعولو وتشوفوه تمام اخر حاجة هنا هو جاب لي زي متاهة ميز وطلب مني ان انا اوصل كل مكان سياحي في مصر بالبلد اللي هو موجود فيها بس انا عايز اقول لكم هنا ان هو غلط غلطتين في الصورة الاولى وفي الصورة التالتة الصورة الاولى ده حتشبسوه تامبل حتشبسوه تامبل ده موجود في القصر تعالوا نشوف لو مشينا مع الميز كده 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 هيودينا لساوذ سايناي هيودينا لجنوب سينة فدي معمولة غلط فياريت ما تحلوش البيتجي دي مع الولاد لانها هتشتتهم الازهر موسك جامع الازهر لو مشينا مع الميز موجود في كايرو راس محمد دي الغلطة التانية لو مشينا مع الميز هيودينا للقصر وراس محمد دي موجودة في ساوذ سايناي موجودة في شرم الشيخ في جنوب سينة البيرامد اخر حاجة لو مشينا مع الميز لفينا معها كده هتودينا للجيزة فهستأذنكم ما تحلوش البيتجي دي مع الولاد منعا لي التشتيت او قولوا لهم ان الكتاب اطلعبط وحلوها معاهم صح تعالوا نقرأ مع بعض خلال الدرس هو طلب مني في البيرانتس جاية ايه عشان ابقى قولتلكم كل المعلومات اللي هو قالها في الدرس للبيرانتس هو قال لي يعني عرف الطفل ان التعدين والزراعة والسياحة من اهم الانشطة الاقتصادية اللي موجودة في مصر تمام البعد كده قال لي في الصف في البيتج البعدها عرف الطفل ان السياحة هو ده النشاط الاقتصادي اللي فيه الناس بتيجي من مختلف البلاد في العالم ودي قلناها في البيتج واحنا بنحل وقال لي كمان يعني استخدم الانترنت او الكتب ويعمل سيرش مع الطفل عن بعض الاماكن السياحية الموجودة في مصر وتعرفوا على اماكنها فين في مصر بالزبط قال لي نفس الكلام خل الطفل يعمل سيرش على مواقع ممتعة في مدن مصر بعد ما الطفل يعمل سيرش يبتدي قولك على مواقع كويسة في مصر والمدن بتعيتها فين بكده انا اكون خلصت معاكم حل الدرس السادس بكل تفاصيله يارب تكونوا استفدتوا اشوفكم على خير ان شاء الله في حل الدرس السابع مع السلام